نتحول إلى تونس مشاهدين حيث أعلنت وزارة الداخلية عن انتهاء العملية الأمنية بين ولايتي السيدي بوزيد والقصرين والتي أسفرت عن مقتل أربعة عناصر إرهابية وأوضح العميد خليفة الشيباني الناطق باسم قوات الحرس الوطني في تصريح لقناة ميديان تيفي أوضح أن الكمين الذي أعد للإرهابيين كان مخططاً له بدقة من أجل متابعة العناصر التي اقترفت أعمالاً إرهابية عديدة تمكنت وحدات الحرس الوطني بعد عملية الطيشيط هذه من العثور على سلاح نوع كلاشنكوف وكمية هامة من الصواعق والفتيل المعدل لصناعة المتفجرات كمية هامة من الذخيرة وستة مخازن معناها اللي هي بوات شرجور تابعة لسلاح كلاشنكوف كما القيناة زادة هواتف جوالة ووثائق شخصية والعملية هذه معناها خدمنا عليها عندها مدة لأن المجموعة هذه هي بطبيعتها متورطة في العديد من العملية الإرهابية الأخرى على غرار مقتل الرعي مبروك السلطاني واستهداف الأمنيين والعسكريين سواء في هنشير التلة وإلا في بنعو